موسيقى موسيقى سيدتي واني سيدتي متتبعي برنامج فروسيات مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم كما وعدناكم اليوم تنقلنا المركز لقوام الفروسية بسكرة نغطيه احداث البطولة الوطنية اداني للقفز على الحواجز محبابيك محبابيك كنا تحكي لنا على استنتاجات كانت لوم الاول دي جات عدم البطولة هذية واليوم اليوم الثاني شنوها الملاحظات اليوم شفتهم النهوك الكافالية والزويل وينوصلنا؟ بالنسبة للمستوى الفرسين من العامنا وبدنا نلاحظ المستوى قاعد يتحسن من العام من العام المنافسة والتي تحسوها بالأخص سنة لسنة شوفوا الجورنين من البارح على 21 الفيرسي اللي هو اللي فما 13 ما عملوش حتى خطأ في المسار هذه حاجة بيها رغم اللي حتى في العلو مترحواج علينا على عامنا المستوى الثالي طيب وفما فيها فرجة بيها البطولة الوطنية السنية صار فيها تأخير الواجنة في مصبرتنا هذه التأخير كان لنا لقاء مع رئيس الجامعة التونسية لرياضات فروسية سيمهر برشيد بطولة تأجلت تأجلت على خاطر الرزنة ما بو هذي صارت فيها برشة نقاشات مع نقاشات سمحني مع مع الكوميسيون تكنيك متع الأبستاكل اللجنة الفنية متع القافزة الحواجز عملت اجتماع جمع الفارطة وعملت اقتراح متع تأجيل البطولة ومتع التواريخ مع انت متع بطولة الاشكال اللي صار سيكون البطولة متاعنا كانت تسير ديما في شهر جوان وشهر جويل ووقت اللي جات الثورة البطولة وخرت رياضات لكل وقتها يعطيك صحيح البطولة وخرت ولدت تسير في اكتوبر ودونك صارت في عام 2011 في اكتوبر وعام 2012 الرزنة متع عام 2011 في شهر جوان اخذوها النوادي الخواس ونحن ماذا بينا نشجع النوادي الخواس باش تنظم اكثر مباراة باش ما تقواش الجامعة هي اللي تنظم والخواس ماذا بيهم ينظم في شهر جوان وشهر مية اللي تقصيب لموالم ويساعدهم نوك عطيناهم لو لوية وبهذا البطولة وخرت في شهر اكتوبر الاشكال اللي يصير البطولة متاع تسير على رب عيه اللي هي نهار الخميس نهار الجمعة الخيول ترتاح نهار السبت وتعاود نهار لحد الاقتراح اللي صار من من لجنة الفنية القفزة على الحواجز اللي هي جات في جمعة الاصبوع المغلق والاصبوع المفتوح متاع القراية اللي احنا شجروا فيهم القراية تتعدى قبل كل شي وانا قد تكملوا اللي احنا نحبه نكثره من الودات الصغار ونعمله جميع الاصبوع المغلق واما نحبه نحبه كيف تربط الانوادي وتم اقتراح متاع التواريخ اللي هي تاخو بعين اعتبار الامتحانات والاسمين بلوكي والاسمين اوفرت وتم تأجيل البطولة هذي حاجة وشنو الحاجة الثانية اللي تم عليها وكانوا لكلهم موافقين بشن مداوات حين مع انت النوادي لكلها موافقة وكيما قلت كان بالول قبل كل شي هي التشاور مع النوادي والحاجة الثانية اللي أجبرت شوية للتأخير البطولة مع داها اللي هي الثرينة بش نوخروا نوخروا لتأخذت بشيئة دي كنديشان اللي ساباتشته وانتوا بلجيئ دو ريكوة اللي أجبرت شوية لتأخذت اللي بطولة الوطنية السعر سنفخيو برشايد سيلو لما سنفخيو لأنه في السعر سنفخيو السعر السعر اللي هي الخيول العادية وفهم الخيول قصيرة القامة ما يسمى البوني أو خيول المقعدة موسيقى 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 انتلاك المباراة ويفضل التنافس على اللقب في هذا اليوم الثاني من البطولة الوطنية للقفز على الحواجز نبدأ مع الفيرس الأولى اللي هي سارة هميمي طمطتي بركة من نادي الاستابات الحضراء ويفضل التنافس على الحواجز ويفضل التنافس على الحواجز موسيقى 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 ونرى الفيرسة علي برشيد مع جوادها او جينس من نادي الرشيدية موسيقى 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 نتعدوا بعدها مع الفارسة سلمة الشريف هي تنفط للجواد ايفانوي منادي باستابات الخضراء بالبولفيني موسيقى 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 جفون الفارسة ضعاوينة موسيقى 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 الفرسة سارة باكوري تمتطي دومينغو منه دي إيبو كلوب بيغا مرت موسيقى 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 نتابع هنا مع بعضنا الفرسة سليما زوبيدي في طنطتي زارة من نادي استبلية الخضراء بالبيغدير اشتركوا في القناة ببيغدير نفياً بيغدير اشتركوا في القناة دائماً من اشتركوا في القناة موسيقى هيا سكوري تنتهي كتير في لامنه دي إبو كلاب بيغمارك موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى يسري عمري يمتطي نصري من نادي وحد التدخل موسيقى 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 بفرسة شريفة بن قبران تبطتي كاميليا من ندي 114 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفرس عزيز دارغوط ليمتطتي كناديين بوي من ندي ايبو كلوب بيجامارت اشتركوا في القناة 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 كما لليجوند والإتالونوار التي نعديها في دار الثقافة محمد مرزوقي في دوز لدينا زاد محور على الحراقة محور آخر على الصحرة وفيه محاضرة على الطاقة الشمسية لدينا ميادة مستديرة مع المخرجين وإن شاء الله الاحتفال يكرس هالمهرجان في المنطقة ويعمل منها قطب تشعر على الجهة المتوسطية إليكم الترتيب بالبطولة الوطنية إذن نلقاوه في المرتبة التاسعة الفرس زايدو نعوينا يمتطي إيديال من نادي إبو كلوب في المرتبة الثانية سليما زبيدي تمتطي زارة من نادي إستبلت الخضراء بالبلفيدر المرتبة السابعة أيس كوري تمتطي كاتيخ بيلاغ من نادي إيبو كلوب المرتبة السابعة سارة بكوري تمتطي دومينغو من نادي إيبو كلوب المرتبة الخامسة عزيز درغوت يمتطي كاناديين بوي من نادي إيبو كلوب المرتبة الرابعة دريس الشواشي يمتطي بارتيثة من نادي الراشدية المرتبة الثالثة شريفة بن جوبران تمتطي كاميليا من نادي 114 المرتبة الثانية يوسري عامري يمتطي نصري من نادي واحد التدخل وبطل التونس لهذا الموسم أصغر الفارسة سارة همامي تمتطي باركة من الأسطنبلات الخضراء بالبلفدير سارة بطل التونس مبروك كانت تحكينا شوية على البطولة كانت في المتناول سهلة ولكنت كمبيتيشون صعبة شوية كانت متوسطة كانت سهلة وصعبة شوية أخير عام عندك في الجونيور أو ما زال عندك القداف ما زال عندي عام إن شاء الله مبروك مرة أخرى نأخذ معنا سيحمد الماركشي اللي هو المدرب تاع السارة همامي سيحمد مبروك مرة أخرى أعيشك كانت تتويج هذا والله التتويج كان صيب أنا فرحان برش على خاطر الفارسة كبيرة في العمر وإخر كونكور وإخر شامبيونات عندها روتريت روتريت عمرها 21 سنة مبروك مرة أخرى أعطيك صحة سيداتي يا وينسادي نصلوا إلى نهاية برنامجنا إن شاء الله تكونوا التغطية نلتعجبكم نتقابلوا بطولة تونس أكابر إن شاء الله فيه من الله